منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة وسام زايد الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول وذلك تقديرا وتثمينا لدوره في دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين الصديقين على الصعود كافة وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن دولة رئيس وزراء الهند قام بدور محوري في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات استراتيجية شاملة وهذا الوسام يعبر عن تقدير دوره وجهوده في تنمية علاقات الصداقة